ما زالت مؤشرة البورصات العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار متأثرة بمخاوف تباطئ الاقتصاد العالمي والتوقعات برفع كبير لأسعار الفائدة مؤشر بورصة مسخطة وفي مستهل جلساته الأسبوعية سجل تراجعاً طفيفاً حيث المؤشر دون مستوى 4500 نقطة وبلغت قيمة التدول ثلاثة ملايين ومائة وواحداً وتسعين ألف ريال عماني لتصل بالقيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو ثلاثة وعشرين ملياراً ومائتين وعشرة ملايين ريال عماني تراجع تسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع نتيجة لمؤشر تضخم في الولايات المتحدة الذي هبط فوق التوقعات ويمكن أن يؤثر ذلك على السياسة النقدية المتشددة للبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي على الصعيد الأغليمي أقلقت جميع الأسواق الخليجية الأسبوع على ارتفاع إيقابي مع مكاسب غوية شهدت في دبي وابوظبي وقطر فيما استمر الاستثمار المحلي في تعزيز أداء بورصة مسخطة من خلال عمليات الشراء بنسبة قاربت 87% مقابل عمليات بيع بنسبة 85% محلياً ننصح المستثمرين بمراغبة أي تطورات على الصعيد الكل وبناء مراكز في الشركات التي يتم تداولها تقييمات قدابة ومن المتوقع أن تسجل أداء قيد خلال الأشهر التسعة من هذا العام واستمر الاهتمام من قبل المستثمرين بأسهم القطاع المصرفي حيث سهم بنك مسخطة الأكثر نشاطاً من حيث الأسهم جاوزت 4 ملايين و300 ألف سهم ونشاط على سهم شركة الأنوار للاستثمارات بعد تداولات بأكثر من 820 ألف سهم على الرغم من الظروف غير المواتية عالمياً لليقبال على الاستثمارات بسبب ترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة والتي لها تأثير سلبي بشكل عام إلا أن البورصة المحلية تشهد حركة ناشطة خاصة في أدوات الدخل الثابت كالسندات والسكوك إضافة إلى بناء مراكز لعدد من الشركات التي متوقعاً تقدم أداءاً جيداً خلال الربع الثالث من العام 2022 سعود بن سعيد المعولي مسقط